السلام عليكم هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد في الصولد ووركس وهو الويلد منتز بعد كده هنروح على السريدي سكتش وهنشوف الستراكشورال ممبر بعد كده هنروح على الجوست وهننتهي بالويلد بيت خلال محاضرة النهاردة عايزين نعمل ويلد منت للفريم اللي احنا شايفينه قدامنا دوت وبعد كده عايزين نطلع الدروينج بتاعت الجزء دوت بحيث ان احنا عايزين نطلع الرسمة الهندسية او الدروينج للويلد منت وعايزين نحط تيبل مفاصل بحيث ان هو يكتب لنا الاجزاء اللي موجودة في الرسمة بتاعتنا فاول حاجة هروح على نيو وبعد كده هختار نيو بارت وهقول اوكي في البداية عايز اتأكد ان الابعاد اللي هرسم عليها هي عبارة عن مليميتر جرام ساكند فاختار المليميتر جرام ساكند التول بار بتاعت الويلد منت هتلاقيها موجودة هنا فهي دي التولز اللي احنا هنستخدمها النهاردة بس اول حاجة هنروح على سكتش واحنا عايزين نعمل سكتش هختار التوب بلين وهقول سري دي سكتش هبتدي اختار مستطيل وهقول سنتر ريكتانجل هاجي من عند السنتر وهبتدي ارسم المستطيل بتاعي فالمستطيل اللي انا بحاول ارسمه دوت هتلاقيه مش موجود في التوب بلين علشان نغير الوريانتيشن بتاعه هنضغط على تاب هتلاقي عندك فيه زرار موجود في الكيبورد اسمه تاب اذا ضغطت عليه كذا مرة هتلاقيه هيزهر لك التوب بلين وعشان اتأكد ان هو توب بلين هتلاقي الالم مكتوب تحته زد اكس فهو كده بقى في التوب بلين هنسيبه عند اي دايمنشن وبعد كده هنروح على سمارت دايمنشن انا عايز ان الطول بتاعه يبقى مية وعشرين سنتي فده كده رقم بالملي متر فعشان يبقى مية وعشرين سنتي معنى كده هيبقى 1200 ملي متر وهقول انتر وعايز ان العرض بتاعه يبقى عبارة عن 100 سنتي او 1000 ملي متر فهقول 1000 وهقول انتر الخطوة اللي بعدها هروح على خط مستقيم وهاجي عند اي مسافة مثلا هنا وهبتدي ارسم خط مستقيم رأسي لتحت هلاقيه مش نازل معايا رأسي ازدغط على تاب هتلاقي الوريانتشن بتاعي اتغير وهتلاقي بيقولي ان الخط بتاعي نازل في نفس الخط بتاع المحور وهسيبه عند مسافة معينة هعمل نفس القصة هختار الخط تاني وهاجي هنا هرسم الرجل اللي بعدها برضو في خط مستقيم وهقول اسكيب بعد كده هروح هرسم خط هنا وهقول اسكيب وبعد كده هروح هرسم خط برضو هنا وهقول اسكيب دلوقتي هعلم على الاربع خطوط هختار واحد فيهم بعد كده هضغط على كنترول كي وهعلم على بقية الخطوط بتاعتي وبعدين هخليهم فهو المج اكوال فبقوا نفس الطول التاني حاجة عايزين ان المسافة من النقطة ديت للنقطة دي تبقى هي هي نفس المسافة من النقطة ديت للنقطة دي فهعلم على اول نقطة وبعد كده هقول كنترول وعلم على النقطة التانية وهخليهم along z فبقوا في نفس البعض نفس الكلام من ناحية التانية هعلم على النقطة ديت وبعد كده كنترول اعلم على النقطة التانية وهقول along z بعدين هقول smart dimension هحدد ان المسافة من النقطة ديت للنقطة دي انا عايزها مثلا تبقى ب13 سنتي فهقول 130 ميلي هقول enter وعايز كذلك المسافة من النقطة ديت للنقطة دي تبقى ب130 ميلي او ب13 سنتي وهو ال enter فكده انا خلصت ال sketch بتاعي هقول ok وبعد كده هروح على weldments هختار structural member وهختار الشكل الاولاني وبعد كده هختار بقية الخطوط بتاعت المستطيل فاختار الخط دوت وكذلك الخط ده والخط دوت فاتلاهم كلهم محطوطين تحت group 1 وطبعا في البداية انا مختار ISO مش ال انش لان انا بتعامل مع مليمتر فاختار ال ISO وتاني حاجة بختار حاجة اسمها ال square tube configure وتالت حاجة size بتاعي ممكن تختارها 20 في 20 في 2 فانا اختارها هنا 40 في 40 في 4 اللي هي بالحجم اللي انت شايفه قدامك دوت طبعا هتلاقي ان ال finish بتاع كل sector فيهم منهي بزاوية 45 درجة بسبب ان هنا دي متعلمة على ال end meter وبعد ما اتأكدت من كل حاجة هقول اوكي از احنا فاكرين مع بعض كنا عايزين ان المستطيل دوت يبقى الدلع ده ب120 سنتي و الدلع دوت ب100 سنتي ازا جينا وعلمنا على ال hidden lines فهتلاقي ان الخط بتاعي اللي في النص هو اللي المسافة بتاعته ب120 سنتي فهتلاقي ان الخط بتاعي في النص هنا فمعنى كده ان المسافة من هنا لحد هنا اكتر من 120 سنتي فعلشان نحل المشكلة ديت هنرجع تاني على shaded with edge وبعد كده هنيجي على ال square tube هنعمل click right وبعد كده هنعمل edit feature وبعد كده هنزل تحت هلاقي في حاجة اسمها locate profile فهضغط على locate profile هتلاقي هيقرب لجامد فانا عايز ان هو يبقى عند نهاية الفريم الطول بتاعي اللي هو المية وعشرين سنتي او المية سنتي في العرض ازا جينا بصينا على الشكل من بعيد فخلالي فعلا ان الخط الخارجي اللي هو المية سنتي بقت في الخارج والمية وعشرين سنتي بقت في الخارج هنقول اوكي بالنسبة للطول بتاع الرجل فهنعمل تاني edit للسكتش وهخلي ان مسافة الرجل تبقى خمسين سنتيمتر فهضغط عليها واقول خمسين كده بقت خمسين سنتي وهقول exit sketch دلوقتي عايزين نعمل structural member للاربع رجول اللي عندي فهروح على structural member وهختار الرجل ديت والرجل ديت فاذا بصيت مثلا وحطينا الشكل دوت في top view هتلاقي ان الرجل جزء منها خارج لبرا لان احنا كنا عاملين الرجل البروفايل بتاعها عند نهاية اللاين فهنا عايزين الرجل دي تخش الجوه علشان نعمل كده هنقول locate profile وهنختار النهاية بتاعت النقطة هتلاقيها تتحرك بحيث ان هتبص تلاقي ان الرجل ابتدت من بداية section لحد نهايته عند النقطتين هنقول اوكي فده كده الجروب الاولاني وبعدين هنختار الرجل ديت وهنقول structural member وهنختار الرجل التانية كمان معاها في نفس الجروب بحيث ان اذا بصينا تاني على top profile هتلاقيهم لبرا فعشان نحركهم لجوه هنيجي في الجوزء دوت وهنقول locate profile وهنختار نهاية النقطة اللي هو الجزء اللي خارج لبرا فهتلاقيهم دخلوا الجوه تاني وبعدين هنقول اوكي تعال نشوف الشكل بتاعنا في الايزومتريك فهتلاقيه زي كده دلوقتي عايزين نرسم الدعامة او الخط اللي هو كان ما بين الدلع دوت والدلع ده فهنيجي على 3D sketch علشان انا حابب ارسمها في نفس ال sketch وهقول click right وبعد كده edit sketch هبتدي اجي عند line وهرسم خط من النقطة ديت مثلا للنقطة ديت وهقول escape وهبتدي ارسم الخطوط الباقية هاجي من عند الدلع دوت وهرسم خط بالشكل ده من الدلع دوت للدلع ده وهقول escape وبعد كده هرسم خط من الدلع دوت للخط دوت وبعد كده هروح على smart dimension وهختار الدلع دوت ومع الدلع التاني دوت هختاره على الدلع البرتقاني دوت فهتليه بيحدد لي angle فانا عايز ان الزاوية ما بينهم تبقى 45 درجة فهقول 45 فهقول enter نفس الكلام هنا وهنا اعايز ان الزاوية تبقى 45 وكذلك هنا وهنا وكذلك هنا وهنا وعايز طول الدلع يبقى 30 سنتي فهقول 300 فهقول enter هلغل smart dimension وبعد كده هعلم على النقطة دي وهقول control اعلم على النقطة دي وهقول along z هبقى في نفس المسافة وهاجي هنا كمان هعلم على النقطة دي وبعد كده هعلم على النقطة دي وهقول along z وبعد ما خلصت هقول ok الخطوة اللي بعدها هروح على structural member وبعد كده هختار النقطة دي وده هتبقى في group لوحدها وبعدين ازا جيت ابص عليها مثلا من side view زي كده فهتلاقيها ان هي ميلة بزاوية 45 درجة فمعنى كده ان انا عايزة صحاحة اكتب هنا 45 degrees فهتلاقيها بقت بنفس المستوى وتاني حاجة هعمل locate profile وانا عايزها تنتهي عند النقطة دي بحيث ان هي هتبقى بالشكل اللي انت شايفه قدامك دوت وبعد كده هنروح على new group هختار الدلع دوت وبعد كده هنزل اعمل نفس القصة هخليها 45 درجة وهقول enter فهتلاقيها بقى بالشكل دوت ونفس القصة عايزين نعمل حاجة اسمها locate profile بحيث ان احنا هنخليها تنتهي هنا وبعد كده هنقول new group هنبتدي نختار دلع تاني نقول دوت مثلا وعايزينها هتبقى 45 درجة وهنقول enter وبعدين هنقول locate profile وهنختار ان النهاية تبقى هنا حيث ازا بصنا عليها هنديها بقت بالشكل ده وبعدين هنقول new group وهنختار النقطة الاخيرة ديت وبعد كده هننزل نقول 45 درجة نقول enter وبعد كده locate profile وهنقول عايزينها تبقى عند النقطة ديت وبعدين هنقول اوكي فهتلاقيها بقت بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دوت خلينا نحطها في دلوقتي عايزين نحط جوسط ما بين الدلع دوت والدلع دوت وكذلك من هنا الهنا ومن هنا الهنا ومن هنا الهنا فهنروح على جوسط هنضغط عليها وبعد كده هو بيقولك اختار السيرفيس الاولين فهختار السيرفيس دوت وبعد كده السيرفيس دوت فبيسألك بيقولك هل انت عايزها تبقى 25 ميلي فهقوله انا عايزها تبقى 100 ميلي او 10 سنتي الدي 1 والدي 2 وزا قلنا enter فهتلاقيها بقت بالشكل اللي قدامنا دوت هنضغط على keep visible وبعد كده هنقول اوكي فهيقولك ايه السطح اللي بعديه فهنقوله احنا عايزين السطح دوت وكذلك السطح دوت فهيحط اللينا جوسط وبعد كده هنقول اوكي وهنروح على السطح اللي بعديه اللي هو ده وبعد كده ده وهنقول اوكي وبعد كده هنختار السطح دوت والسطح ده وهنقول اوكي ازا حبنا نبص على الشكل بتاعنا في الايزومتريك فريم فهنقول ايزومتريك فهتلاقيه زي كده لما بيتحط الجوسط بيبقى معاها لحيام بيلحم الجزء الجديد دوت مع القطاع دوت والقطاع ده فهنروح على حاجة اسمها ويلد بيت وبعد كده بيقولك ايه السطح الاولاني او ممكن تختار حاجة اسمها السمارت ويلد سليكشن تول فهضغط على السمارت ويلد سليكشن تول وهقرب وبعد كده هبتدي ارسم خط بالشكل ده فهيعمل لي القطاع ده كله وهرسم خط بالشكل دوت فهيعمل لي خط هنا تاني وهبتدي الف الجزء حيث ان الحمه تاني من تحت وهبتدي ارسم خط بالشكل ده وهرسم خط بالشكل ده وبعدين هختار الريدياس بتاع اللحام فمثلا هو هنا بيقول لي 4 ملي متر فهقول مثلا خليه 5 ملي وهقول اوكي فقادي الشكل بتاعي بعد اللحام هتلاقي دوت بيعبر لي عن اللحام او ويلدينج ما بين البارت دوت والبارت دوت نقدر نعمل نفس الكلام لبقية الجوست فممكن اقرب من هنا وبعدين كده اختار ويلد بيد وهختار السمارت طول سيليكشن وهبتدي اعلم كده واعلم هنا وهعلم هنا حيث ان هنا لازم اعلم ما بين السطحين اللي هيحصل ما بينهم لحام بكده اكون خلصت الكطاع التاني واذا قلت اوكي هبتدي اشوف اللحام زي ما احنا شايفين اللي هو الطبقة الجديدة اللي اضافت دا وتقدر انت تعمل نفس الطريقة على بقية الجوست الخطوة الاخيرة ان احنا عايزين نعمل زي support للرجول ديت فهروح على sketch وهروح مثلا على السطح دوت وهختار السطح ده فهنبتدي نروح على rectangle هنقول corner rectangle وهنرسم مستطيل عادي عايزين ان المسافة من النقطة دي للنقطة دي تبقى عبارة عن 15 ميلي وعايزين ان المسافة من النقطة دي للنقطة دي تبقى 15 ميلي وعايزين من هنا لحادة دي هنا تبقى المسافة بتاعتنا 15 وعايزين من هنا لحادة دي هنا تبقى المسافة ب 25 ميلي وبعدين هنختار circle وعايزين نرسم نقطتين اللي هي هي بقى مكان تثبيت المصمار فهنرسم نقطة هنا مثلا وهنرسم دايري هنا كمان وبعدين هنحدد الdimension بتاعتها فهنقول ان احنا عايزينها ب 15 ميلي ودية عايزينها ب 15 ميلي وعايزين المسافة من هنا لحد هنا تبقى مثلا 15 ميلي والمسافة من هنا لحد هنا تبقى 15 ميلي والمسافة من النقطة دية للنقطة دي ب 15 ميلي والمسافة من هنا لهنا هتبقى ب 15 ميلي وبعد ما خلصنا هنقول exit sketch وبعد كده هنروح على feature وهنقول extrude بحيث ازا بصنا على الشكل بتاعنا هتلاقي ان الاكسترود للخارج وهنقول خليه بعشرة ميلي ونقول اوكي خلينا نبص على الشكل بتاعنا في الايزومتريك فريم ممكن بعد كده نعمل mirror فهنعلم على الشكل دوت في الاول وبعد كده هنروح على mirror وهنقول ان احنا عايزين نعمل mirror بالنسبة لplane معين فادي الشكل بتاعنا اذا اخترنا front plane هيتعكس بالشكل ده واذا لغينا front plane واخترنا plane مختلف مثلا right plane فادي الشكل بتاعنا هيتعكس ازاي فهنختار geometry better وهنقول اوكي فهتلاقي يتعكس زي ما احنا شايفين ممكن تعمل mirror للناحية التانية كذلك وبعد ما خلصنا هنقول file وبعد كده save as وهسميه مثلا part 1 underscore weldment وهقول save الخطوة اللي بعديها ان انا عايز اطلع الدروينج بتاعة البارت دوت فهروح على file وبعد كده new وهقول draw واوكي فهذا اغلت double click واول حاجة هحط front plane بتاعي وبعد كده هختار top plane وبعد كده هختار ال isometric احط ال isometric بتاعي هنا فهلاقي ان هو طلع هنا في hidden lines انا عايزه يبقى في shaded فهخليه بالشكل دوت وهتلاقي ان sheet skill بتاعي هو واحد ل 20 علشان نحط table في الاجزاء اللي احنا رسمناها فهنروح على insert وبعد كده tables وبعد كده will demand cut list هبيقول لك اختار الجزء فهنقول هو drawing دوت وبعد كده هنقول اوكي فهتلاقيه بيحط لي table بتاعي نقدر نتحكم في size بتاعه زي كده مثلا وهتلاقيك ان انت مثلا اذا حبيد تحط text في اي مكان في الرسمة بتاعتك ممكن تروح على annotation وبعد كده تقول add note وتضغط هنا وتكتب اي كلام انت عايزه فطبعا كل جزء موجود عندي في الرسمة بتاعتي لي item number one two three four five six فدي مثلا ال item number بتاعها في منها اتنين quantity يعني موجود منها جزءين دي موجود منها اربعة quantity فعلشان تحدد الاجزاء ديت فهتروح على annotation وبعد كده balloon وهتبتدي تختار اي جزء فمثلا اذا اخترت الجزء دوت فقال لك ان ده رقم اتنين اللي هو رقم اتنين هنا في ال item number اذا اخترت الجزء ده وجيت هنا فبيقول لك ان ده رقم سبعة اذا اخترت الجزء دوت وجيت هنا فبيقول لك ان ده رقم ثلاثة اذا اخترنا السببورت دوت مثلا فتليه بيقول لك ان دوت رقم اربعة اذا اخترنا السببورت اللي كانت موجودة في الرجل من تحت فتليه بيقول لك ان ديت كانت رقم ستة وهكذا واذا حبيت تضيف dimension للجزء بتاعك اول حاجة محتاج ان ان انت تغير الips او الانش pound second تخليها لمليمتر جرام ساكند وبعد كده هنروح على سمارت دايمينشن في انوتيشن وبعد كده هنختار الابعاد او الديمينشن اللي احنا عايزين نزهرها للعميل بتاعنا وهنختار مثلا من هنا لهنا وهنختار مثلا من النقطة دي للنقطة دي وهنختار مثلا من النقطة دي للنقطة دي وهكذا وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع محاضرة النهاردة ومع السلام اشتركوا في القناة